اشتركوا في القناة الفنان سيد رجب الامريكية تتهمه بترضها من منزلها وجهت السيدة كيكي نيلسون الزوجة الثانية للفنان سيد رجب والتي تحمل الجنسية الامريكية اتهامات لها بترضها من منزلها واللي بيتشرق في ملكيته وعدم الالتزام بالتعهدات المالية وحرمانها من حقوقها بعد قيمه بطلقها غيابيا في الفترة الماضية وأوضحت أنها تود أن تكشف كواليس خلافتها مع زوجها السابق وألمحت أيضا أن الصورة التي كونها الجمهور عن الفنان سيد رجب بعد مسلسل أبو العروسة ليست صحيحة وكتبت في منشور عبر حسابها بالفيسبوك وقالت سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أي حقوق فيها في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب فهو لا يمكن الرجل الذي تزوقته ووثقت به منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور لتأكد من أن كل شيء على ما يرام لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي غير أنني فجأت بمنع من الدخول فقد أحضر الفنان سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنع من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل وديء ودون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص به والإقامة في مصر واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفق شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسبة بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الاتفاق ففي شهر يونيو ودون مناقشة تسلمت اختار طلاقي غيابيا سلمه لي حارس العقار والترطب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لقات للقضاء للحصول على النفق المقررة في هذا الشأن العدة والمتعة والقضايا الآن بالمحاكم لشهور وسيد رجب تول هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء منذ شهر إبريل الماضي كان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته وفي عام 2002 استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافاة نهاية الخدمة من عملي هذه الشقة مكان سكننا لمدة 15 عام من خلال شبكة معارف وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع الفنان سيد رجب أن يبدأ مشواره الفنية وتحدثت أيضا عن مساعدتها المادية المستمرة للفنان سيد رجب في بداية حياته وقالت أنها عرفته أثناء عمله بأحد المصانع وسعدته بعلاقتها ليبدأ مشواره الفنية وقالت أيضا أن السبب شكوها هو إنقار سيد رجب لحقها في منزل دهشور ومنعه لها من دخوله في ظل عدم وجود عائلة لها دخل مصر وأكدت أنها أنفقت كل مدخراتها أثناء زواجها من الفنان سيد رجب حيث تحملت مصاريف تعليم ابنه في مدرسة بارثة التكاليف بعد نقله من مدرسة حكومية كان يدرس بها وأشارت أيضا إلى تحملها لنفقات الحياة اليومية كما كانت تحضر الهدايا والأشياء التي يطلبها سيد رجب كلما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أنها لم تكن ترغب في سرد تفاصيل علاقتها بزوجها السابق إلا أنه أكبرها على ذلك بعد نسيانه كلما فعلته من أجله هو وأولاده عن حب وعاطفة وترى أنها شريكة فيما وصل إليه سيد رجب من نجاح بعد مساعدتها له من خلال علاقتها ولغتها الإنجليزية وحصوله على ورش التمسيل ثم اختتمت حديثها وقالت كيف يتم إنكار كل ذلك؟ إنه علاقة دمت 21 سنة واستثمرت فيه كامل مدخراتي والآن أجد نفسي غير قادرة على الوفاء بمصروفات التقادي وأحتاج إلى مساعدة معارف وأصدقائي التي تكلفني الكثير إضافة إلى الفحوصات الدورية لمرض السرطان كيف يكون الحال في عدم وجود تأمين طبي لقد أنهيت حياتي العملية ولم يعد لي مصدر دخل يكفو لي حياة كريمة والأمر الأكثر قسوة هو مقاطعة أولاد سيد لي وحرماني من رؤية أحفاده لابنته فقد كنت أحبهم كثيرا وهم على يقين بذلك يؤسفني ويؤلمني أصدقائي الأعزاء أن أكشف لكم عن القصة الحقيقية لأبو العروسة وفي أول تعليق من الفنان سيد رجب على اتهامات طريقته قال محمد عواد مدير أعمال الفنان سيد رجب في تصريح لموقع القاهرة 24 أن كل من أسأل الفنان سيد رجب يعرض نفسه للمسألة القانونية مردفا أن القانون هو اللي هيرض عليها والفنان لن يعلق على هذه الاتهامات شكرا لكم على حسن المتابعة لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وإلى لقاءة مع فيديو آخر وخبر جديد والسلام عليكم